بس خليكوا اياي اخوايا طلاب يعانون من مادة الصات ويشكون وعدهم صعوبة هاي المادة طلابنا العزاء صدقوني المادة مصعبة بس مشكلة انه طالب ما عنده واهس ما عنده طموح فانده تابعوا اياي هذا الفيديو واستمر بي نقطة نقطة اكتب الملاحظات صدقني راح تستفاد من المادة بس انت اذا تجي تقلب فيديو هنا وفيديو هناك وتقلب فيديو هنا اكيد انت المادة ما راح تفتين من عندها وراح يصار عندك ملل فانت خليك على هذا الفيديو تابعوا اياي واستفاد نقطة بنقطة وبعديين من المرة ما تفتهم روح وقود احفظ المادة زين يعني فتابعوا اياي اول واول هنا طبعا مثل ما تقرأ المادة هنا يعني هس انت شوف المادة هيتش بس كلام عشوائي هنا عدنا تعريف الابروكسمنت تعريف الابروكسمنت تعريف مهم وقبل لا نروح على تعريف الابروكسمنت لازم ناخذ مميزات الار طبعا صوت الار بمميزات الصوت الار يكون مميزاته يكون ويكون ابروكسمنت يعني شنوه هس رح نعرف شن المقصود بالابروكسمنت هس نجع على تعريفه هذا تعريف تكتب بهمك بالكتاب وتحفظه الابروكسمنت هو نوع من النطق هذا اول تعريف طبعا بالفصل لانتاج صوت معين each other but do not make a full pleasure اذا هي الاصوات التي تكون هناك تقارب جدا في نطق الاصوات ولكن ليس اتصالا يعني اعضاء ناطق تكون متقاربة كلش ولكن ما نقول عليها متصلة يعني قريب جدا ولكن غير متصل هذا تعريف مهم جدا لازم نحفظه نجي هنا ما عدنا فتشي بس هنا عدنا تعريف تعريف ايضا هذا تعريف لازم نحفظ بقية المادة رسوفركس the pronunciation of ra in english where the tongue is slightly curled backward with the tip raised هي هو نطق صوت الار باللغة الانجليزية حيث ان اللسان يكون يعني مقوس زي يعني يكون الار هنا مقوس يعني اللسان يكون مقوس خفيف يعني خفيف مقوس خفيف بنطق صوت الار هذا هو التعريف تحفظ لا بيلا ملاحظة ولا بيفتش نقطة مهمة اكو ملاحظة كلش مهمة هواي طلاب العراق وطلاب العالم يعني العربي يخطؤون بيها اللي هي من ينطقون صوت الار ما ينطقونه بشكل صحيح فمن يقولون يقولون red مثلا read r هنا لا ينطق بهذا الشكل وهذا مسألة طبيعية لانه احنا الار باللغة العربية ننطق بهذا الشكل لذلك من ردة نقرأ الار باللغة الانجليزية لانه لئن سنتنا متعودة على نطق صوت الار باللغة العربية فمن ريد ننطق للعлинجليزية راح ياخذ اللسان الصوت الار اللي بالعربي فهاي المسألة كلش طبيعية لا ضوج لانه انت تخطئ لعبه لك المشكلة بتك لمشكلة بيك وانما هذا اختلاف الصوت من اللغة الانجليزية للغة العربية الملاحظة حتى تحل هاي النقطة وحتى تخلص من هاي المشكلة انه انت الار الشفتين لازم تكون rounded هانه لحظة كلش مهمة يعني عند نطق صوت الار الشفاها تكون دائرية خلي نقول read read هاي الار الشفاها دائرية خلي نقول الار مدائرية read شوف الفرق شوف هاي هنا ره هاي عربية اما الار باللغة الانجليزية فread خلي شفاها دائرية وراح تنطق الار بالشكل صحيح هذا هو ملاحظة كلش مهمة طبعا هنا لازم ننوح احنا هاي الملاحظات اللي قاعد نكتبها لكم هاي الملاحظات مأخوذة من ملازم مختلفة من بعض الاسات اذه فيعني الملازم شوية صايرة هوسة وخربطة واكو ملازم بيها نقص اكو ملازم كاملة فاني جمعت الكمين للملاحظة المهمة خليتها وشرحت على الكتاب حتى المادة تكون شاملة للكل فانا عندك مميزات صوت اليه وصوت الدابليو هذا هو الحرف جي ولكن كصوت باللغة الانجليزية هو صوت اليه حتى تميز الصوت دائما تكون هذي التوح هذي الاثنين القواس الاثنين هاي علامة على ان هذا صوت علامة على ان هذا صوت زين يعني اذا هذا هو صوت اليه صوت يكون فايست بالاتل ابروكسيمنت هذي مميزاته كلش مهمة هاي المميزات صوت الدابليو سيكون فايست باليبيال ابروكسيمنت ولا تنسي المنر كلش مهمات نجي على الكتاب هنا فاريكزامبل اه ذي اكر بفور فاول فاني يمكن يمكن ان يحدث قبل اصوات العلة ويكون شورت هذي ممكن لش بس يعني انه ممكن يصير قبل اصوات العلة على اكثر او الاقل بعدش عندنا وكلش هاي الملاحظات برأي شخصي ما اشوفها مهمة ما اشوفها مهمة هاي الملاحظات ما اعتقد عنها مهمة هذا الجدول هذا هو الاساس الجدول هذا كلش مهم اذا تريد تنجح بالماد احفظ هذا الجدول اذا تريد تضبط امورك بالصفت احفظ هذا الجدول اذا متريد تحفظ هذا الجدول لا اذا متريد تنجح لا تحفظ هذا الجدول حقيقة هذا الجدول هو اساس لذلك طلابنا الاعزاء ركز على هذا الجدول كلش مهم طبعا هنا the chart of english consonant phonemes هذا عنوان السؤال هذا وين خافي يجيك chart of english consonant phonemes يعني جدول لاصوات العلة الصحيحة الانجليزية هذا هو الجدول هواية يجي بالامتحانات وقلت لك مو بالضرورة يجيك سؤال كامل احتمال مثلا نقول لك the place of articulation for the sound pae تقول لها by the beel for the sound may تقول لها by the beel الفا والفا لبيو دانتل دانتل الفاولار بوسا الفاولار بلاتل فاولار كلوتر صوت اليا شنوية تقول لها كذا صوت الانج فاولار صوت الكاولقة تقول لها فاولار والى اخري هذا الجدول كلش مهم زي يعني احفظوه وراح تفهم المادة قبل تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته